نبدأ بمفاجأة كده أحصائية أعتقد هتكون مفاجأة للسادة المشاهدين بشكل كبير جدا طبقا طبعا الدعم البرنامج بيقدمه للسادة المحللين وكل المتصلين دعم لعيبة منتخب مصر في لعيب مهم جدا يا أستاذ مهيب في منتخب مصر مظلوم بشكل كبير جدا وللأسف بيتعرض لنقد في الفترة الأخيرة بشكل لازع محمد النني محمد النني بيتعرض لنقد كبير جدا يعني الجمهور ممكن يكون الجمهور بيتكلم لكن أن يكون فيه محللين كمان بانتقدوه بشكل سيء دي أعتقد حاجة مش كويسة أنا بحييك 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 ده لي تقافلوا بقى بصراحة ربنا أتكلم لعني أحديكم أرقام أعتقد هتكون مفاجأة يعني ليكم كلكم والسادة المشاهدين يعني نبدأ أول حاجة بأحصائية أكتر لعيبة خاضة مباراة دولية مع منتخب مصر في الجيل الحالي اللعيبة المتواجدين في منتخب مصر أعلى لعب خاض مباراة دولية هو محمد النني رقم واحد في منتخب مصر المتفوق على كل اللعيبة اللي فيهم ناس أكبر منه في السن بخمس وستة وسبعة سنين محمد النني خاضة 84 مباراة دولية وهو الأقرب لدخول نادي المئة من الجيل الحالي بنفضله 16 مباراة فقط ويدخل 100 مباراة دولية مع منتخب مصر بيجي بعدين محمد صلاح وإحمد حجازي 75 مباراة عبدالله السعيد 54 مباراة دولية فقط رغم طبعا عبدالله يمكن 36 سنة تريزي جي 49 مباراة عمر السلية برضو سنه كبير 40 مباراة دولية فقط محمد الشناوي 37 مباراة دولية ففيه بقالنا عشر سنين تواكب على تدريب منتخب مصر حوالي ست مداربين مختلفين ما بين أجانب وبين مصريين وكلهم بيلعبوا محمد النني أساسي أعتقد ده بيدول لنا من النني لعيب مهم جدا دي أول أحصائية تاني أحصائية القيمة المادية اللعيبة خط الوسط المدافعين الموجودين في منتخب مصر ويمكن كمان مش منتخب مصر فقط لا كمان في الدوري المصري عندنا دي طبعا من موقع ترانسفير ماركت العالمي ده موقع ما بيجاملش حد والأرقام ما بتجذبش محمد النني قيمته التسويقية حاليا 9 مليون يورو 9 مليون يورو قيمة محمد النني يعني حوالي 180 مليون جنيه مصري اللي عايز يشتري محمد النني أي نادي في العالم عايز يشتري النني من أرسنال لازم يدفع فيه 180 مليون جنيه 9 مليون يورو طيب عندنا أليو ديانجة مسلا دخلت أليو ديانجة هو مش لعب مصري لكن الناس بتفخم فيه جدا يعني للأسف احنا بننتقد لعيب المصري وبنفخم في العيب طيب اللي معهوش 180 مليون يعمل أصد أصد نايت طيب أليو ديانجة اللي الناس بتتكلم عنه انه هو لعيب مهم جدا واحد أبرز لعيبي خط طلاصة المدافع في الدول المصري لعيب كويش ما بنقولش حاجة لكن قيمته التسويقية في موقع ترانسفير ماركت اللي بيقيم اللعيبة تبقى لعداهم ثلاثة ونص مليون يورو يعني اللي عايز يشتري أليو ديانجة من نادي الأهلي ستين مليون يدفع ثلاثة ونص مليون يورو يشتريه اللي عايز يشتري النني تسعة مليون يورو يعني كام؟ ستين مليون؟ آه ستين خمس وستين حاجة في الرينجة آه ماشي متفكر في حاجة؟ لا مواصل النني غالي علي آه طيب يعني ديانجة وتفكر فيه؟ آه لا نشوف اللي بعده آه بعدين محمدي فتح وطريق حامد لتنين طبعا لعبي منتخب مصر كل واحد فيهم قيمته واحد واثنين من عشر مليون يورو ده قيمة اللعيبة اللي خاصة تلاصة المدافع يعني النني يمكن قيمة مادية أعلى بكتير من بقية اللعبين طيب خلصنا قيمة المادية نخش على الحصائل الأهم لأن النني بيتم انتقاضه الناس بتقولك ده دايما بيلعب الكرة جنبه ما بيبنيش هجمها لقدام ما بيطلعش الكرة لقدام فتعالوا نشوف الأرقام بتقول ايه؟ أرقام محمد النني المفاجأة يمكن للسادة المشاهدين النني ساهم في تسعة وخمسين هدف مع الأندية والمنتخبات اللي هو لعب لها سجل سبعة وعشرين هدف وصنع اتنين وتلاتين هدف صناعة مباشرة يعني ساهم في تسعة وخمسين هدف حامد فتح النادي الأهلي سجل واحد وعشرين هدف مع الأهلي ومع منتخب مصر وصنع تلاتاشر هدف بإجمالي مساهمة في اربعة وثلاثين هدف فقط طارق حامد ستة أهداف سجلهم وصنع عشر أهداف إجمالي ستاشر هدف في مسيرته أليو ديانجد لعب النادي الأهلي سجل ستة أهداف وصنع تمانية بإجمالي أربعتاشر هدف يعني المساهمة في الأهداف سواء تسجيل أو صناعة أهداف أنني بيتفوق عليهم كلهم ويمكن بفارق كمان كبير جد ماشي